العضلة الملساء العضلة الملساء هي خلايا طويلة مغزلية الشكل نرسم هسا هذا الخط نحط خط ثاني هنا نكمل هاي الجهة إذن خلية مغزلية طويلة الشكل تحتوي على نواة بيضوية مركزية الموقع نحط نواة بالنص نرسم نواة بيضوية ولكن نحطها بالوسط نحط بداخلها لليفات إذن هي ليف داخلها مجموعة من اللليفات إذن هذه لليفات وهي هاي كلها يسموها ليف وهذه النواة وهي هاي كلها يسمونها ليف نرسم واحدة ثانية هما نحط بداخلها نواة بيضوية بالمركز ونحط بداخلها هم لليفات إذن عضلات الملساء لا إرادية غير مخططة ترجمة نانسي قنقر